فيه توبك تاني مهم جداً وأختم بيه الفقرة دي وهو متعلق باجتماع لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي بالأمس والقرارات القوية التي صدرت بحق نادية الزمالك ولاعبي بعد الأحداث اللي شاهدتها لقاءات أو مباراة السوبر الافريقي في المملكة العربية السعودية يوم 27 من الشهر الماضي ناس كتيرة بتتكلم وهي ما عنداش التفاصيل يقول لك قرارات قوية جداً إزاي 300 ألف دولار ده اتحاد العاصمة انسحب وتغرم 40 ألف دولار على المباراتين يعني 20 ألف في كل مباراة ما أنا بقول لكم الناس بيتتكلم وهي مش مدركة هي بتقول إيه مين قالك إن اتحاد العاصمة انسحب مين قالك إن اتحاد العاصمة اتعاقب على بند الانسحاب اقروا واسألوا قبل ما تتكلموا اتحاد العاصمة قضية تانية غير قصة الزمالك والآلف ماتش السوبر اتحاد العاصمة اتعاقب على بند موجود في لايحة الانضباط تحت عنوان عدم إقامة المباراة مش انسحاب المباراة أساسا لم تقام لم تلعب إنت لما تنزل الملعب والحكم يصفر ويبدأ الماتش هنا المباراة بدأت لما بتخرج وما بتكملش هنا اسمها انسحاب لكن لما بتبدأش المباراة وبتنزلش الملعب قواعد المباراة نفسها ما تعملتش فبالتالي هنا ما اسمهاش انسحاب فاتحاد العاصمة اتعاقب على كيس تانية خالص في لايحة الانضباط لايجوز المقارنة بينها وبين عقوبة الزمالك طيب ليه الزمالك اتعاقب ب300 ألف دولار هبدأ معاكم واحدة واحدة كده أولا العقوبات تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد والتلوح بالانسحاب إقاف ناصر منسي ثلاث مباراة وغرامة 10 تلاف دولار بسبب حرقة الاستفزازية اللي اتعاملت مع أو اتعامل من خلال ناصر منسي مع جمهيري النادي الأهلي ودي اتكتبت في تأرير الحكم واتكتبت في تأرير المباراة تأرير المرائب وكانت موجودة في شريط المباراة إقاف شيكبالة ثلاث مباراة وغرامة 10 تلاف دولار بسبب تحريط زملاء وعلى الانسحاب من اللقاء شيكبالة كان على الدكة نزل لغاية أرضية الملعب دخل منطية الجزاء تشاور وتحدث مع الحكم كل ده اتكتب في التأرير وموجوده مثبت في شريط المباراة طب هل يجوز للشريكبالة وغناصر منسي الاستناف على قرارة 3 مباراة لا لاحة الانضباط وتكون معنا اللايحة دلوقتي المادة المتعلقة ب ان اللعيب او اي اقاف 3 مباراة قد نقوم journalists على الشاشة where اي اقاف 3 مباراة فيما اقل لا يجوز الاستناف عليه اي اقاف 3 مباراة فيما اقل لا يجوز الاستناف عليه فبالتالي اقاف شيكبالة وغناصر منسي ده قرار نهائي ليه جزء الاستناف عليه طب هيستانفه على إيه؟ على 10 ألف دولار لأن أي غرامة مالية أقل أو 5 ألف دولار ما تستانفش عليها أكتر من 5 هتستانف فال10 دولار هيستانفه عليه ده بالنسبة لشكبالة وناصر منسي طب تعالي بقى للغرامة المالية اللي على الزمالك 300 ألف دولار دي لايحة الانضباط اللي على الشاشة دي على فكرة طب نروح بقى لللايحة نفسها هي الناس مش مستغربة شوية من فكرة هو الرقم ده وصل إزاي كده؟ الناس نسيت أن في نهاية الكنفدرالية كان في غرامة على الزمالك 200 ألف دولار؟ الناس نسيت أن كانت في عقوبات على آمدار آخر 10 سنين متتالية وعقوبات فيها إزدياد في غرامات مالية على نهاية الزمالك في الفترة الأخيرة؟ طب الناس مش وقدة بالها أن لما يكون فيه انذار في نهاية الكنفدرالية على الأحداث اللي حصلت سواء شمريخ سواء عدم التنظيم سواء كل اللي حصل في نهاية الكنفدرالية وكان فيه تشديد امن كبير من المنصق الامني للكاف طب لما تعمل نفس المشكلة في المباراة التي تليها طبيعة المتين هيبقوا خمسين ولا مية ولا هيبقوا ميتين زي ما هم او تلتمية بقوا ميتين وفيه اوبشن ان في ميت الف تانية لو اتقررت هيدفع تلتمية مش ميتين عشان بس الناس تبقى فاهمة التفصيلة دي جات ازاي بالاضافة لكده الناس تقولك هاتل الليحة شوف للبند اللي بيقول لي انا بتعاقب بتلتمية الف وبناء على ايه ايه البند اللي ده اللي موجود بيقول كده طب ما تروح للايحة المسابقة نفسها لايحة المسابقة فيها بند واضح جدا بيقولك ايه المادة تلاتة وخمسين يتم البد في الحالات غير المنصوص عليها في هزي الليحة من قبل اللجنة التابعة للاتحاد الافريقي يعني اللجنة لها الحق ان هي لو شافت حدث حصل في المباراة وفيه نص في الليحة ما بيديش عقوبة مناسبة للحدث اللجنة لها الحق وبيتراها لها ان هي تاخد القرار اللي هي شايفها فبالتالي اللجنة عندها الحق طب روح للبند التاني في لايحة المسابقات بقى بيقولك الفريق اللي بينسحب من المباراة او بيلوح بالانسحاب بيعاقب بمئة الف دولار ايه رأيك؟ ده فيه عشرين ولا اربعين ولا خمسين ده مئة الف دولار طب لزا مالك اتعاقب بالتلتميات؟ مش واخدين بالكم الحاجة؟ حيثيات القرارات نفسها لغاية دلوقتي لسه ما طلقتش يعني الناس من المبارح عملة ابن مواقف وبتتكلم في تفاصيل وبتخش في موضوعات وجو المؤامرات الكونية وحيثيات القضاية نفسها لسه ما طلعتش اللي طلعي انبارح ده كان قرار بس طب الحيثيات تيجي امتى؟ لما الزمالك يستأنف خلال اتنين وسبعين ساعة على القرارات دي هتجيله الحيثيات والحيثيات فيها كل التفاصيل انت متعاقب هنا ليه؟ التأريد هنا قال ايه؟ هنا الغرامة دي عشان ايه؟ هنا المشهد اللي ظهر في شريط المباراة بيقول ايه؟ وساعتها بتستأنف لكن القرارات كلها قانونية بنسبة 100%